الفضاء لن يبقى حكراً على الأقمار الصناعية هذا ما خلصت إليه دراسة أوروبية حول إمكانية إرسال مراكز بيانات للمدار البحث الذي أجراه الاتحاد الأوروبي بأكثر من مليوني دولار أظهر أن هذا أمر ممكن من الناحية الفنية والاقتصادية وحتى البيئية حيث يمكن أن يصل إجمالي استهلاك الكهرباء العالمي من مراكز البيانات إلى أكثر من ألف تراوات ساعة في عام الفين وستة وعشرين مع ما يتبع هذا الاستهلاك من تأثير على البيئة ستستفيد مرافق تخزين البيانات الفضائية التي يزمع أن تدور في مدار على ارتفاع حوالي ألف وأربعمائة كيلو متر من الطاقة الشمسية الأمر الذي سيساهم في تخفيض الانبعاثات على الأرض وحسب تقرير لشبكة سي أن بي سي الأميركية سيهدف الاتحاد الأوروبي إلى نشر ثلاث عشرة وحدة يتكون منها مركز بيانات فضائي بقدرة إجمالية تبلغ عشر ميجاوات في عام الفين وستة وثلاثين ولكن الهدف الأوروبي الأكثر طموحاً هو الوصول لألف وثلاثمائة مركز بيانات فضائي مع حلول عام الفين وخمسين التحدي الأكبر أمام هذا المشروع الطموح هو إطلاق المراكز للفضاء نظراً لحجمها ووزنها ولتكلفتها العالية والحل قد يكون في نجاح شركات النقل الفضائي الخاصة في تطوير صواريخ ضخمة يمكن استخدامها لإطلاق مراكز البيانات إلى الفضاء أنا سنماسي العربية